نبدأ بهذا السؤال الضريف و الذي لم يعد ضريفا الآن لأنه فرض نفسه في السوق ما يتعلق بسؤال الأخ سليمان الحسني هناك الآن صابون من مشتقات حليب الحمير يسأل عن حليب الحمير و مدى مشروعيته و قوازه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و اهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فإن جمهور العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية على أن لبن الأتان و الأتان هي أنثى الحمير أنه حرام تبعا للحم فإن لحوم الحمر و هي ما يعرف بالحمر الأهلية محرمة بنص سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حينما نهى عن الحمر الأهلية و بإشارات في كتاب الله عز و جل حينما ذكر الحمير ذكر الغاية منها فقال و الخيلة و البغالة و الحميرة لتركبوها و زينة و من أجل ذلك فإن جماهير أهل العلم من المتقدمين و المتأخرين يرون حرمة لبن الأتان و منهم من أتبع ذلك القول بنجاسته تبعا لقاعدة عند طائفة منهم أن الحرمة تعني النجاسة و منهم من وقف دون أن يقول بالنجاسة و لكنه يرى الحرمة و هذا هو القول الأقرب إلى الصواب و بالرغم من ذلك فقد وجدت أقوال لبعض التابعين و سار عليها بعض العلماء يرون فيها حل لبن الأتان نعم فينسب إلى الإمام جابر بن زين نعم أنه لم يرى بأسا بلبن الأتان كما هو في آثار الإمام الربيع بن حبيب و قال بمثل قوله أيضا عطاء و طاوس و طائفة من التابعين و أخذ من ذلك بعض أصحاب المذاهب القول بالكراها فلم يبلغ حد القول بالحرمة و إنما رأوا الكراها لكن الصحيح هو ما تقدم من الحرمة هل يمكن أن يكون ذلك مباحا في حالة الاضطرار هذه مسألة أخرى أما في حالة السعى و الاختيار فالحكم هو ما تقدم لكنهم أيضا ناقشوا ما يتعلق بإمكان أن يباح ذلك إن ثبت أنه يمكن أن يكون وسيلة للتداوي نعم و إثبات ذلك مسألة طبية و الأصل الشرعي هو حرمة التداوي بالمحرم إلا في حالة الضرورة القصوى التي لا يوجد عندها بديل من دواء آخر إذن في مثل هذه الصورة المسؤول عنها الحال لا شك أوضح لأنه لا يسأل عن تداوي في مرض عضال لا يوجد له دواء آخر و إنما يسأل عن بعض مشتقات التجميل أو التنظف الصوابين و ما أشبهها نعم فمن أجل ذلك تكون هذه المواد مشتملة على ما هو محرم فلا يصح استعمالها و لا الانتفاع بها و الله تعالى على ترجمة نانسي قنقر